قبل ما نخش الهوى جيمي قال لي جملة ضطيفة قوي قال لي أسره بينتحر تكتكيا حلوة ما هو اللي كان بيتكلم فيه خليفة وكان بيتكلم فيه كابتن محمد عبدالله انه الراجل انت جاي بتجرب أدوات وبتحاول تعمل تاكتك بأدوات مش موجودة جسد متهالك حتى الأدوات اللي موجودة بخلاف المشاكل اللي موجودة على صعيد الإمكانيات والكواليتي بتاعت اللعيبة اللعيبة وسط الحالة من التفكك ما تقدرش تنفس ده انت لازم توقف اللعيبة على رجلها الأول تبتلي تعمل البيزيك بعد كده تبتلي تديهم بعض التعليمات التكتكية اللي كان بيشرحه خليفة وكان بيشرحه كابتن محمد عبدالله خلينا اقولك بقى الاوت كام بتاعه كان ايه في الملعب كانت الحالة الهجومية عاملة ازاي والحالة الدفاعية عاملة ازاي انا ما شفتش اي حد بيعمل اللي بيعمل قصوريو ده في حياتي ان فريق في الديئة اتنين والديئة تلاتة والديئة خمسة في تمانية تمانية في التلت الاخير ملعب الاسماعيلي بلا هدف بلا تنظيم بلا اي شيء بيتراح الاسماعيلي بيروح تسع مرات يا اما بزيادة عددية هجوم على دفاع يا اما عدد المهاجمين هم قد عدد المدفعين ده في الكرة مش موجود مش حاجة في الكرة اسماعي كده مش حاجة في الكرة اسماعي ان دوات تكتيكي اه بعمل او بعمل زيادة عددية بالخط الامامي مارسي الكولر لما كان بيعمل عملية الضغط العالي باربع العيبة الناس كانوا بيقولون ولك كتير انت بتفضي وسط الملعب هجيبلك دوقتي لو انبتأنشغل الحالات تمانى العيبة في الحالة الهجومية مش حاجمة كده في ديئة ثلاثة تمان لعيبة وكرة مش هاجمة مرتدة انت بتتكلم لما انبتقدنا نتكلم على دي بص دي اول حالة تلاتة على تلاتة دي دي كم دي دي تلاتة بتتكلم اد polarized تلاتة من المباراة بص لا مشي مشي الحالة اللي بعدها ماشي ماشي كلها دي تحسب التسلل، الحالة اللي بعدها، بص، هادي طولية بعدها بدقيقة، بعدها بدقيقة، بص، ووقف بعد ما يقطع، بس ووقف هنا، ووقف هنا، ووقف هنا، أربعة على ثلاثة، أربعة لايبا من الإسماعي دي، الكلام اللي بكل لك في ده، مش فرقة مندفعة بالطارد النتيجة، وفرقة بتعمل عليها جبات مرتدة، ده في ديار أربعة، لا تنظيم دفاعي، اللي كان بيحاول أسره بيعمله إنه كان بيحاول ينتحر، وفي الآخر هقولك مين أطلق عليه رصاصة الرحمة، بس في النهاية، بدا هجوميا بيحاول ينتحر، دفاعيا بيحاول ينتحر، الشكل الخططي، العناصر اللي استخدمها حتم سكر، لعيب ممتاز وموهوب على الصعيد الهجومي، لعيب منتخب الألفين وواحد، فأنا عملت إيه؟ عملت حاجة بعيدة تماما عن إمكانياته، جبت ووظفته لعيب ثالث في الخط الخلفي، لعيب ما عندهش قدرات دفاعية، ده بالعكس، كان هو حتم سكر محتاج لعيب مدرب يطوره على الصعيد الدفاعي، فروح تنت جايبه، وجبت اللعيب اللي هو أساسه بيلعب في خط الدهر، روح تنقله وحطه في مركز ستة، إنت لو هو فيه اتفاق، إنه هو مش مهم من نتيجة، ومش مهم أي شيء، والكلام ده معلن، وأنا هجرب لحد ما اكتشف إمكانيات اللعيبة، ده وارد، لكن أظن موقف الزمالك ومتاردته لبطاقة أفريقية سواء الكنفدرالية أو دور الأبطال، لا يسمح، نكمل بقى بقية الحالات عشان أجيب لك الحالة الهجومية اللي بعدها بطاقة زمالك كان فيها كامل عيب، يلا، روح أدى أربعة على ثلاثة، يلا، في الكادر، في الكادر، وكرة على الجنب، على التارف، الكرة مش خطرة من الأساس، وهجيب لك فيه كام لعيب كام لعيب من الزمالك في الحالة اللجومية وأقول لك وقفrites، وقف فين، بس، وقف فين، هذه 2、4、6،7 وفيه لعيب مش طلا في الكادر، تم اللعبين من الزمالك في التلت الأخير psycho، للملعاب الإسماعيلي، ده معنا فرة عشرة لعيبة، ده معنا إيه إن في الخط خلفي فيتين لعيبة بس، ده بإمتى؟ إمتى الحالة دي يا خليفة؟ دي كانت في الدياح دشر أو سبعة دي في الدياح سبعة سبعة في الدياح سبعة الزمالك بيضغب بتمل اللعيبة فوق النتيجة سفر سفر بلعب الإسماعيلي وهو بيضغب بتمل اللعيبة في الخط الأمامي لا توزيعهم ولا انتشارهم في أي تنظيم كمل بقى اللعبة كمل لها بقى لعدتها أدي كمل أهو الكروس يلا أهو أربع لعيبة جوال 18 بلا هدف بلا هدف بلا هدف وكرة هتتأخذ والعيبة والساكند بول كل الساكند بول النهاردة رايح للإسماعيلي كل الكرات التانية رايح للإسماعيلي دايماً بتكلم عن الكرات التانية هو تمركز لعيب وتموضعات المدرب حطيتها لعيبة توقع موجودة فيها الزمالك مش موجود كمل كمل تلاتة تلعب بتلاتة في الخط الخلفي لا الجناح يمين مترائب ولا الجناح الشمال مترائب أزمة كبيرة جداً جداً كان بيعاني منها الزمالك النهاردة وده أنا بكلمك النهاردة على اللعب الموقعي لما بعد شوية هنروح كمان للكرات السبت وهنروح ليه الشكل بتاعجوم الزمالك لا بكنش فيه أي حاجة بتعمل النهاردة في الزمالك مين اللي أطلق رسو أستر الرحمة؟ لا رؤى ما هنجيله في الآخر رؤى أقول لك 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 رؤى 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 ده أطلق رسو أستر الرحمة على أسوري ونضايك كان عمل تصرف غريب كده رح نعلي عليه أنا أقول لك على حاجة وضع طبيعي ممكن في بداية الجيم وعلى ممرور الوقت كمان وحتى في نهاية الجيم ممكن التملعب هدول يبقى ليه مقدارها الجمية طبيعي في الكورة ما فيش مشكلة خالص من انت مطالب بأكبر كم عددي نوعي هو بقى في نصف ملعب الخصم إنما انت بتتكلم بس فيه مش فيديها ثلاثة يا كابتو محمد لا وارد فيديها ثلاثة أطلع بتماء أطلع بتماء اللاعبين وارد مهم اللعبة دي ترتدي بس ارتداد اولا انت النهاردة بتلعب يعني الكورة الحديثة كلها انت بتلعب على الأل كله تحت الكورة ويجوميا ودفاعيا ما بتلعبش على مساحة الملعب كله النهاردة زي مالك بلعب حواليا يعني بلعب في مساحة ستين متر على الأقل لذا هيساعدك بدني ولا تاكتكير هما منظمين ولا حتى كوالي تلعب الجوة الملعب يعني منسجمين مع بعض اختيار العناصر نفسها مش مناسب مش مناسب انت كان عندك مشكلة انو الاتنين يتلعبهم وبعدين الحاجة التانية يا كريم الحاجة التانية انت اللي كان مطلوب يؤمن لأدوار الدفاعية دي عشان ترجع لطريط الخمسة أو بدل ما هي أربعة أكتك بتلعب ثلاثة اربعة او بترجع في الحالة دفاع تلعبها خمسة ومطلوب من ان ينزل هتلاقي شكبالة وزيزو ولا ده هينزل ومصطفى مش مطلوب ان هو ينزل يشتغلي كباك انما كان المطلوب عشان تغفل اللي تربيش اكل كويس اما دور شكبالة وشكبالة استحالة في السنة ده هيقدر يعملوا شكبالة عمل المشهورين دول مرتين وخلاص مش هيقدر الحاجة التانية زيزو يعني مش هيقدر عائد منك